ماراثن الثانوية العامة امتحانات تنتهي يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله كل عام وحضراتكم بخير ورب تنتهي على خير وربنا يوفق كل الطلبة والطالبات الجدول الزمن يبقى بعد كده انه بعد ما تنتهي الامتحانات يوم الخميس إن شاء الله خدوا كده فترة حوالي عشر بتيام تصحيل إلكتروني ومش عارف ايه ففي متوقع مثلا لأسبوع الأخير من شهر يوليو تبدأ تعلن النتيجة ثم يبدأ ماراثن التنسيب لكن مهم جدا كمان لكل الطلبة والطالبات ياخدوا بالهم من إن فيه كليات بتتطلب اختبار قدرات مش مجرد إنك بتحطها في التنسيق وخلاص لأ لازم يكون فيه امتحان قدرات ايه الكليات اللي بتتطلب ده نستعرضها قدام حضراتكم على الشاشة وخلينا هنا نشير إلى إنه وزارة التعليم العالي قالت إنه قدام الطلبة والطالبات الفرصة عشان يسجلوا لاختبار القدرات في الكليات اللي يمكن تكون من بين رغباتهم وده مهم ده متاح عن طريق موقع التنسيق اللي هو تنسيق.digital.gov.eg ويفتح باب التسجيل كرغبة في خوض اختبار القدرات في هذه الكليات هؤلاء الموقع موجود قدام حضراتكم على الشاشة الوقت يوم تمام خدمات التنسيق القبول بكليات في المعاهد يفتح الباب للتسجيل عشان لو بتبدي الرغبة في اختبار القدرات في كلية أو غيره ده يبدأ من يوم 15-7 يعني يوم السبت اللي جاي ويستمر لحد يوم 27-7 فده كان مهم إن احنا نطلع الطلبة والطالبات عليه وأولياء الأمور كمان عشان يحطوا ده في الحزبان عشان اللي من الطلبة والطالبات لديه رغبة أو لديها رغبة في الانضمام لأحدى هذه الكليات يجب أن يقوموا بالتسجيل في على موقع التنسيق بالرغبة في خوض اختبار القدرات الخاصة بهذه الكليات